أعلن الجيش الوطني تحرير قواته في نهم مواقع جديدة في المنطقة عقب معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية في صنعاء وأكد مصدر ميداني في المنطقة العسكرية السابعة تحرير جبل السلطة للسراتيجي الرابط بين عزلتي بران ومسور وقرى وادي ضبوع وأشار المصدر إلى مقتل العشرات من عناصر الميليشيا والسعادة أسلحة كانت في مخازن بأسفل الجبال المحرر إضافة إلى تدمير عربة تحمل رشاشا من عيار 23 على أطراف قرية رماد الواقعة في عزلات مسورة وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الجيش تمكن من تحرير عدد من التباب والمواقع التي كانت تتمركز فيها غرب قرية الحول وسط السمرار التقدم باتجاه العزل أحكمت قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في البيضاء سيطرتها على خمس مواقع جديدة في ناطع إثر معارك ضد ميليشيا الحوثي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي وقال مصدر ميداني أن القوات تمكنت من تحرير الروضة والفلحية وآل رقاب والخنق ومستشفى أعشر جنوبية المديرية وأشار إلى مقتل وصابة عناصر من الميليشيا والسعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وعربة قتالية بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في منطقة أعشار وجبل الحمراء غربية المنطقة ومعنا حول التباب التي حررت في نهم نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة صالح القطيب أهلا وسهلا بك نرى بأن الجيش قد حرر التباب غرب قرية الحول أثناء مباغتة الجيش لهذه الميليشيات ما هي المواقع والتباب التي سيطر الجيش الوطني عليها هناك؟ نعم قام أبطال الجيش الوطني جيش الهجوب مباغت على منصيات الحوثية الملكلابية المتواجبة غرب قرية الحول وتمكن أبطال الجيش الوطني من فحرير ما تبقها من سلسلة كباب التوطاع المنطقة لأكثر من ثلاثة سيلو وواصل تقدمه حيث تتاح نعم نهم يعني هي عدارة عن جدال وعرة تتخلل على الأوبيئة لكن بسموت وطبقية أفطال الجيش الوطني يتغلبون على هذه السعادة ويتجاوزين الألغام المهولة التي جرعت هذه الميليشيات نعم كان ربما يعكف على أعداد الخطط لتحرير ما تبقى من هذه المنطقة ما تعلم وعلى موضوع مهم جدا وهو أن جبهاتهم يتغلب عن غيرها من الجبهات لوعور التضاريخ الظاهرة وجبالها أيضا الساعة ومع أن يحفظ عددا من المواجع ويحفظها نعم يتجع طعوب الفرعية لها ويتجنب المماكن التي تتجع إليها الميليشيات على طرأة الآخرة الآخرة ويستيقوم الجيس الوطني بجد طرب جديدة وعرص هذه الجبال لتحيث لا شاء ووضوع خشائر مدنية بينما الميليشيات تتخذ هؤلاء المدنيين تدروع بشرية تبات المنجيسهم وتقوم بتشير هذه المنازل هذا الجانب الجانب الآخر أن نلتحملها يا أخي من الأرغام التي جرعت هذه الميليشيات تنزل السرقة الهندسية مباشرة إلى هذه المناطق المحررة لاستقراج هذه الألغام التي تظن الميليشيات أنها تعود بتقدم الجيس الوطني وأخبرتها بأن التقدم الخبير ومن يطلع غير جبهة لهم يرى أن هذه الجبهة تحصل عن غير هذه الميليشيات لعورة التباريخ والألغام والتحصون والتحصيات التي تسامت هذه الميليشيات فوقها تعلم أن هذه الجبهة هي الجبهة التي تطلع على العاصمة سيد صالح على صعيد مسرح العمليات العسكرية نرى تقدم متسارع أيضا لقوات الجيش باتجاه منطقة مسورة ما أهمية هذه المنطقة؟ تكون أهمية هذه المنطقة خونها أرض سهلة إلى مزورنا في المناطق التي تم تحريرها سابقا وبعد أن يتم الوصول الجيس الوطني إلى هذه ستتحم جبهة القلب بجبهة الميليشيات باتجاه مركز مديرية نهل المديد ومن ثم لم يتبكى أمام الجيس الوطني إلا نسيل بن غيلان وبالصبوط نسيل بن غيلان نقول يعني صبوط العاصمة الصنعاء كونه يقوم مباشرة على ثلاث مديريات تحيط بالعاصمة الصنعاء بمن حارس وبن حتيش وأرحب من الجهة الشمالية والجهة الشرقية أيضا نعم شكرا لك نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة صالح القطيب كنت معنا عبر الهاتف